ربما لا يعلم الكثيرون من العراقيين أن حيوانات زاحفة ونادرة تعيش في بلادهم منذ مئات السنين بعضها خطيرة ومعظمها مفترسة لكن شاباً عراقياً تمكن من ترويضها وتربيتها داخل منزله حيث اعتادت على طريقته في التعامل معها مرسل أخبار الآن ميسم يوسف وتفاصيل الهوايات والاهتمامات صفات مشتركة لأغلب الناس لكن البعض منهم فقط هو من يبدع فيما يقوم به من عمل ليث مهدي شاب عراقي يمتلك منذ الصغر قدرة على التعامل مع الحيوانات غير أليفة بشكل مميز حيث استطاع ترويض الكثير منها داخل منزله في بغداد حتى صار خبيراً في تصنيفاتها تقريباً قبل عشر سنين اكتشفت أننا عدنا أنواع جداً جميلة هنا بالعراق مثل الضب العراقي وجداً يعني شكله غريب يذكرني بالديناصورات يذكرني بالحيوانات القديمة وأشوف بها خرقة رب العالمين بطريقة عيشتهم وأكلهم فأول شيء اللي ربيتها أنا طبعاً مع عدد الثعابين القديمة اللي ربيتهم هي كان الضب العراقي وهي بدايتها بدت بعداً عن طريق الانترنت وبدايت أبحث بأنه بره شون داي يعيشون داي ربون هالأنواع من الزواحف وشفت لا بها عالم جداً كبير وعندي الحمد لله علمية جداً كافية بالنسبة لثعابين وزحاف الزواحف العراق وأنواع نوادر من العالم مشهد غير مألوف في العاصمة العراقية حيث الكثير من الزواحف مختلفة الأشكال والأنواع يحتفظ فيها مهدي داخل منزله ويقضي ساعة طويلة بالاهتمام فيها أما هدفه من تربيتها كما يقول هو تغيير نظرة المجتمع عن هذه الأنواع من الحيوانات أنا أتمنى أنه العراقيين والناس بشكل عام يفكرون أكثر بحبهم للحيوانات باحترامهم للحيوانات الحيوان بالشارع نتوقف من صيد أكيد أكيد ونتوقف من صيد الطيور البرية الحيوانات البرية نحن نمتلك هنا بالعراق حيوانات جدا نادرة من البلابل العراقية لحد الرفش العراقي لحد أي نوع طيار مهاجر يجي من خارج العراق محترم معزز وإحناك محافظين على ما أعيونهم وإحنا نجي هنا يصيدوهم ويسوموا بها تشريب هذا الشاب العراقي أراد من خلال هوايته أن يثير الاهتمام تجاه هذه الحيوانات وكيفية التعامل معها بشكل صحيح إلى جانب كشفه معلومات مفيدة للناس حيث لم يكن للكثيرين منهم علم بأن مثل هذه الحيوانات موجودة أصلا في العراق أتمنى أنه تبدي هذه الفكرة بالنسبة للزواحف وباقي الحيوانات الغريبة بالنسبة للزواحف والحيوانات الغريبة هذه الفكرة وهذه الهواية تبدي بالعراق ليش لا وأنا مستعد تمام الاستعداد بالشيء اللي أنا عرفه الحمد لله والشكر واصل منه لحد التكثير قلت لك أنت خبرتي لأي شخص يحب حقيقة يتعلم الرسالة التي أراد مهدي إيصالها ربما مختلفة عن غيره من المواهب فهو يريد تركيز المجتمع على الشكل الصحيح الذي ينبغي أن يتعامل فيه الإنسان مع الحيوانات خاصة تلك الأنواع غير الأليفة منها فجزء مهم من البيئة حولنا يتوقف على طريقة تعامل البشر مع الحيوانات كونها شركة لهم في هذا العالم